هل يختلف النذر بين الأمور الدينية والدنيوية؟ نعم النذر إن كان في طاعة فهو واجب التنفيذ وأما إن كان في غير طاعة فلا يلزمني بل لا يقال نذراً فلو نذر الإنسان مثلاً نذر أن لو حصل كذا أن يلبس كذا لبس هذا النوع من اللباس ليس من الطاعة إذن هذا النذر لا يلزم الوفاء به قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر إلا في طاعة في طاعة في عبادة لله سبحانه وتعالى وقال في الحديث كما روى تعائشة رضي الله تعالى عنه في صحيح المسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصه فلا يعصه فالنذور إن كانت في طاعة يلزم الإنسان يفي بها كما قال الله سبحانه وتعالى وما أنفقتم من نفقه أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وقال مادحا أهل النذور في الطاعة قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا فالنذر في الطاعات وليس في غيرها الله تعالى أعلم ترجمة نانسي قنقر